طيب إذا ما ذهبنا إلى جماعة الإخوان المسلمين حدث بعض اللغة عليها بداية خرجت بعض أفرع الجماعة لكي تعز في خامنئي ولكن خرج الأستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي وينتسب أيضا جماعة الإخوان المسلمين وقال ما سيعرض الآن على الشاشة قال بأن إلى الذين يدعون أنهم يصرحون باسم جماعة الإخوان المسلمين ويتمنون السلام للقتل والمجرمين نذكركم أن هؤلاء القتل المجرمين الذين تدعون لهم بالسلامة قد شارقوا في قتل أكثر من مليون مسلم سوري سوادهم الأعظم من المدنيين والنساء والأطفال ونذكركم إن كان دم السوريين صار ماء بالنسبة إليكم بأن هؤلاء القتل المجرمين قد زوروا وزيفوا ترجمة كلمة الرئيس الشهيد محمد مرسي يوم زارهم بعيدا عن كل الأعراف البروتوكولية أم لعل دم الرئيس الشهيد قد عاد ماء لديكم اللهم ألهمنا رجدنا وأعذنا من شرور أنفسنا برأيك هل هذه بداية الاختلاف جديد ما بين الإخوان المسلمين في الداخل؟ أنا وفقا لرصدي لازلت أعتقد بأن الإخوان الرسمي لم يصدر أبدا أي بيان تعزية وإنما تلك بعض المواقع الإلكترونية وموقع على التويتر لا أظنه يمثل مكتب الإرشاد أو يمثل حالة أو إجماعا إخوانيا معينا هذا رصدي ويعني مع أننا سجلنا هجومنا وعتبنا دائما عندما كنا نلمس المواقف الرخوة الإيرانية عندما أفوان الإخواني اتجاه إيران وهي ترتكب المجازرة في أربع دول عربية في العراق وسوريا وفي لبنان وفي اليمن فكان موقف الإخوان المسلمين مترهلا مائعا إلى حد كبير لكن لو خصصنا الأمر إخوان سوريا تحديدا إن كان في الثمانينات تلك الضربة الموجعة التي تلقوها من حافظ الأسد وهي تدمير حماة فوق رؤوس ساكنيها أطفالها ونسائها وعجائزها وإن كان في مرحلة الثورة السورية فعلى الحالتين الإخوان المسلمون السوريون يصعب عليهم أن يتساهلوا مع المشروع الإيراني أو مع الخطر الإيراني كلمة الأستاذ زهير سالم كانت جامعة ووافية جدا وحقيقة فند فيها كل النقاط وبتفصيل مهم جدا هذا الحقيقة هذا الذي يمثل نبض الشارع السوري والعربي بشكل عام والإسلامي بشكل أعم ختاما هل سنجد أي تأثيرات على الحالة في الشرق الأوسط في هذه الفضرة بعد موت رئيسي أم أنها خلاص هو نوع من أنواع التغيير في الداخل الإيراني الذي سيؤثر على الداخل الإيراني يعني المعاهدات التي وقعت بينه وبين المملكة العربية السعودية التهديئة مع الخليج التهديئة مع تركيا كل هذا ربما يتغير هذه الفترة أعتقد بأن الذي سيتغير هو البنية التحتية للسياسة ألا وهي الإعلام فالإعلام اليوم لن يجرأ الإعلام الإيراني أن يتحدث كثيرا عن صواريخ عابرة للقارات وخارقة للسرعات وما إلى ذلك لأن العالم سيقولون بين قوسين قولة أهلنا الحلبية شفناكم فوق شفناكم تحت إذن هذه البنية التحتية للسياسة سيترتب عليها تغير في السياسات لكن بشكل متدرج وبطيء يعني بمعنى آخر أن إيران لن تتمكن بعد اليوم من تهديد جيرانها إعلاميا وأن تقول سنضرب المكان الفلاني وسنغزو وسنفعل كذا إلى آخره أيضا سيقال شفناكم فوق شفناكم تحت وبمعنى أكثر تخصيصا بأن خيار الحرب إن أرادت إيران فعلا أن تتهور به أصبح الآن ليس رعبا ليس مخيفا ولذلك سيبنى عليه سياسات بأن إيران ستتجه إلى المنطقة بمزيد من التصالح بمزيد من التواضع لنقول هذا سيغير حقيقة سيغير لكن أصر بأنه بشكل متدرج كل شكرا إليك أستاذ ناصر أبو المجلي مدير مركز الحقيقة للدراسات على التواجد معي وعلى كل هذه الإفادات شكراك رام المنتصف مازال مستمرا وفيه بعض فاصل قصير اتفاق سوداني مستنكر من الجيش ومكر السيادة أو البرهان ومجلس السيادة كل هذا أكثر بعد فاصل قصير فبقا معنا شكرا